اي حد زي عايش برة في الولايات المتحدة أو حتى عموما برة في الغرب يقدر يشهد بحقيقة الناس اللي زي مثلا احنا نقدر نشهد بحقيقة ان في اختيارات كتيرة او في الغرب اللي ممكن ما تقدرش تلاقيها غالبا في 90% من العالم اقصد اختيارات في كل حاجة وفي الغالب ما بيكون عندنا اختيارات كتير اختيارات كتير ده بيبقى محير قوي في حكاية قديمة قريتها بتقول قد ايه مش بس الموضوع محير لكن احيانا بيبقى مزعج لما بيكون عندك اختيارات كتير خلونا اقول لكم جزء من الحوار ده وهو حوار ما بين رئيس الوزراء السابق لانجلترا اللي كان اسمه اسكواث مع كبير الخدم في قصر روتشيلد ايام القرن التسعتاشر لما كان مدعو انه ييجي ويقضي شوية ايام وفي ساعة الظهرية كده كبير الخدم كان بيخدم على رئيس الوزراء وداء الحوار اللي ضربينهم كبير الخدم سأل شاي ولا قهوة ولا فكهة يا فندم قالوا شاي من فضلك فسألوا كبير الخدم شاي صيني ولا هند يا فندم قالوا صيني باللمون ولا باللبن ولا بالكريمة قالوا باللبن من فضلك قال كامل الدسم ولا نص دسم ولا خالم الدسم قالوا انا عايز اللبن اللي جاي من البقرة السبب في ان بعض الشباب يقعوا في مشاكل هو عشان عمرهم ما تدربوا انهم يختاروا صح لما كبيرت واهلي اعتقدوا عملوا كده كتير واستخدموا الاساليب التانية اللي احنا بنلاقيها في ثقافة النهاردة في محاولة انهم يخلوني اختار صحة واختار بحكمة وحسيت بنوع كده من الظلم زي ما معظم مراقين بيحسوا يعني وقلت انا مش قادر استنى اني اسيب البيت وابقى حر زي طير واعمل اللي انا عايزه اعمل اللي انا عايزه بدل من اللي هم عايزين وبدل ما اتعلم من اهلي اني اختار بحكمة وفي سن التسعة تشر والعشرين انا كنت وحيد بالكامل في دولة غريبة وما فيش حد حسس بوجودي وكان ممكن امشي في طريق تاني وكان ممكن اخذ اختيارات فظيعة لكن التنشئة الروحية مع ايد ربنا ساعدوني في اني اختار بحكمة انا اعتقد ان احيانا ان الاهالي بحسن نية بيقدموا لولادهم الصغيرين اختيارات لما يكونوا هما لسه ما تدربوش على الاختيار الصح لما يكونوا هما لسه ما قدموش لولادهم الحكمة انهم يختاروا الصح والصالح انا بسمع الاهالي في اوقات سواء هما قصدين او مش قصدين بيقولوا انتوا عارفين الولاد هيفضلوا ولاد ولازم ينغمسوا في رغباتهم الجمحة وانا بقول من فضلكو كفاية لازم تدريكو ان في حصاد نتيجة الانغماس في الرغبات الجمحة دية في حصاد اعطاء الحرية للأولاد في الاختيار قبل اعطاهم الحكمة في الاختيار بيكون غلطة فضيعة انا عمر ما هنسى لما بنتنا الكبيرة كان عمرها سنتين وانا كنت خارج اتماشى مع واحد من شيوخ كنستي زمان في سيدني في استراليا الراجل دا كان راجل كريم ومهزب كده روحه حلوة والله اداله هو ومراته وافرم الحكمة واحنا كنا رايحين اتماشى مع بعض وانا كنت واخد بنتي معايا اللي عمرها سنتين وبعدين بصيت لها كده وسألتها قلت عايز تماشي ولا تحب تعودي في العربية بتاعتك والراجل الطيب دا هامس كده في ودني وقال لي ما تقدمش لبنتك اختيار قبل ما تدربها انها تختار صح شايفين الحياة كلها الحياة كلها اتكونت بناء على مجموعة من الاختيارات انت وانا انت وانا بنختار طول اليوم انك تتعلم تختار بحكمة وتتعلم انك تختار الحاجة الكويسة تتعلم انك تختار طاعة الرب تتعلم انك تختار الحاجة اللي هتجيبلك بركة تتعلم انك تختار الحاجة التي لا تفنى ولا تنتهي تتعلم انك تختار الحاجة اللي بتدوم وتستمر للأبد دا بياخد وقت اه لكن احيانا بنتكعبل واحنا ماشيين في السكة ليه الاختيار بحكمة مهمة قوي كده ليه هو مهم كده لأي حد في أي سن لينا كلنا اسمعوني كويس عشان اختياراتنا بتحدد جودة الحياة اختياراتنا بتحدد الظروف علشان اختياراتنا تقدر حتى تحدد نجاحنا أو فشلنا في الحياة علشان اختياراتنا ممكن يكون معناها سواء اننا هنعيش حياة من الرضا ولا هنعيش حياة من البؤس في الواقع الرضا في حد ذاته هو اختيار طاعة المسيح هي اختيار احنا بنختار اذا هنسير بالإيمان ولا لا احنا بنختار اذا هنقضي وقت مع الرب ولا لا احنا بنختار اذا هنعيش في صلاة ولا لا احنا بنختار اذا هنتغز على كلمة الرب ولا لا إحنا بنختار إذا هنشهد للمسيح في حياتنا وفي مجتمعنا وفي أحياءنا وفي أماكننا ولا لا إحنا بنختار إذا هنعيش للمسيح ولا لنفسنا إحنا بنختار إذا هنحط الله في الأول وقبل كل شيء ولا في حتة كده تحت قريبة من القاع الحياة هي سلسلة من الاختيارات في الواقع أنا فاكر أني قريت من فترة كده فاتت لما جون كينيدي كان مترشح للرياسة وكان فيه مراسل فضل يدايق وقال ليه أنت اخترت أنك تترشح للرياسة بكل بساطة قال عشان هو ده مركز السلطة هو ده مركز السلطة شايفين؟ النهاردة الكتاب بيقول لنا عن راجل ما كانش بيجري وراء القوة ما كانش بيجري وراء السلطة لكن السلطة جات لحد عنده هو كان عنده كل السلطة في إيديه كان عنده نفوز مش زي أي حد ممتلكات كبيرة ولكنه لكنه عن قصد وبكل حسم إدى ظهره لكل السلطة وكل النفوذ وكل الغنى ده غنى مصر كل غنائها افتحوا معايا من فضلك عبرانين 11-25 بالإيمان موسى مرة تانية كلمة الإيمان هي مفضلاً بالأحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية أنا أعتقد أن لو موسى عاش في أيامنا دية أنا متأكد جداً أنه كان هيتقال عليه سازج كان هيتقال عليه شخص غريب كان هيتقال عليه مجنون أو هيتقال عليه مش فاهم أو كل الحاجات دي أنه يدي ظهره لصروة ما تتوصفش أنه يدي ظهره لنفوذ ما فيش زيه وفوق كل المقييس ليه؟ عشان إيه؟ علشان خطر حاجة أحسن؟ لا علشان يقدر يعاني مع شوية عبيد؟ ده كان يعتبر غباء في وقتها ده يعتبر غباء النهار ده كمان لأن هقول لكم إيه هو منطقنا؟ هقول لكم إيه اللي في الغالب إحنا فكرنا فيه وهقول لكم إيه في الغالب كنا بننصح به موسى إحنا كان ممكن نقوله بص يا موسى بص إلعب في المضمون لحد ما توصل لعرش مصر لما يموت جدك أنت هتبقى الفرعون بس إلعبها في المضمون بقى علشان يا موسى تخيل كده إيه اللي ممكن تعمله إيه اللي ممكن تحققه بالسلطة العظيمة دي موسى تخيل كده قد إيه إنت ممكن تساعد شعبك لما تبقى أنت تبقى الفرعون تخيل يا موسى بس قد إيه ناس كتير إنت هتقدر تساعدهم بكل فلوس دي إنت سمعته ده قبل كده تخيل فكر كده مكانتك في التاريخ يا موسى أقاسو تفكر إن ممكن يبقى لك هرم باسمك هرم موسى المنطق بتاعنا كان ممكن يقوله موسى ما تضيعش تعليمك ما تضيعش تدريبك ما تضيعش موهبتك يا موسى ما تضيعش فرصتك الزهبية فإنك تبقى غني ومشهور دي ما كانتش خطة الله الأساسية لحياته دلوقتي يا حباء اسمعوني لو أنتو حطيتو حياتكو ومستقبلكو وعليتكو وشغلكو في إيد الله الله ها مش يمكن الله ها ياخدك للمكان اللي هتلاقي فيه خطته الله وعد بكده في كلمته ما فيش شك إن أهل موسى صدقوا إن الله كان له خطة خاصة لحياته فبالإيمان هم خطروا بحياتهم خطروا بحياتهم عشان ينجوه موسى كان لازم يموت بمرسوم من فرعون كان كل ولاد العبرانيين كان المفروض أنهم يموتوا بمجرد ما يتولدوا بمرسوم من فرعون لكن بالإيمان بالإيمان أهله خاضوا موضوع الولادة وبالإيمان بالإيمان خبوه لمدة ثلاث شهور بالإيمان حطوه في سلة في نهر النيل قرب أصر فرعون بالإيمان وثقوا إن بنت فرعون هتيجي في الوقت ده وهتشفق على الطفل وبعدين هتتبناه بالإيمان صدقوا إن الله هيحمي طفلهم من القوى الوسانية اللي في مصر بالإيمان سلموا طفلهم للرب اسمعوا زي كل الأهل إحنا كلنا بنقلق على أولادنا إحنا كلنا بنقلق على على أولادنا لكن اسمعوني بمجرد ما تنتهوا من تعليم أولادكو في كلمة الله بمجرد ما تنتهوا من وضع الأساس في قلوبهم وحياتهم أنتوا لازم تأتمنوهم في الرب بالإيمان أم موسى يكابد رضعت ابنها لمدة خمس سنين ودفع لها فلوس على ده من أصحاب السلطة المصرية مشي حاجة حلوة مفيش شك أهل موسى غزوه على كلمة الله وعلى وعد الله اللي تورس اللي احنا شفناه احنا شفنا الوعد ده اتورس من إبراهيم لإسحاء ليعقوب ليوسف والأولاد يوسف وهكذا طول الطريق لحد يكابد أم موسى مفيش شك هي مررة وعود الله دي أيوة زمان من ربعمائة سنة الله وعد جدنا إبراهيم أنه هيخدنا من أرض العبودية أنه هيخدنا الأرض الموعد والله بيحفظ كلمته وكل ده كان بيتغز عليه من سن ثلاث شهور لسن خمس سنين لكن هنا في عبرانين 11-23-29 كاتب الرسالة للعبرانيين عايزنا نعرف حاجة واحدة وهي دي إن الإيمان في الله والإيمان في خطة الله لحياتنا والإيمان في أصدى الله في حياتنا خلوا موسى يدي ظهره للنفوز يدي ظهره للملزات وإنه يسق ويصدق في وعد الله كان إيه شكل النفوز ده وقتها طيب كون إنك تدعى ابن ابنة فرعون حتى لو كنت ابني بالتبني كان أكتر مركز مرموق في العالم كله في الوقت ده اسمعوا ده ما كانش مجرد أصر لمجرد حاكم عادي أصد دي كانت أغنى دولة والأكتر ثقافة والأكتر تحضر والدولة الأكتر قوة على وجه الأرض في الوقت ده فالمدة أربعين سنة موسى كان عايش مدلل كان بيتعلم كان بيتضرب كان أكتر راجل زي السلطة في الأصر وبمجرد ما احتفل بعيد ميلاده الأربعين كان لازم يختار اختيار كان لازم يتخذ قرار وصل لمفترق الطرق أنا مريد بمفترق طرق كتيرة في حياتي دي لحظة اتخاذ قرار دي لحظة اختيار اختيار واضح هل هيبقى فرعون ويقعد على عرش مصر ولا هيطيع أصد الله في حياته وخطة الله لحياته ويحرر الشعب من العبودية هل هيختار النفوذ ولا هيحقق أصد الله في حياته هل هيختار السلطة مع البشر ولا هيختار السلطة مع الله هل هيختار الشهرة البالية في العالم ده ولا هيختار التاج الرائع للبر في السماء وفقا للعالم ومقييس العالم احنا كنا هنقول كده موسى ضحب كل حاجة مقابل ولا حاجة لكن خلونا أقولك ايه اللي الله بيقوله موسى ضحب الله شيء مقابل كل حاجة اسمعوني لو كان موسى أخد الطريق التاني احنا كنا عمرنا ما سمعنا عنه يعني كان ممكن نسمع عنه على أنه واحد من الفراعنة واحد من المميات الكتيرة اللي كانوا بيحفروا ويطلعوها من أرض مصر أنتو عارفين كان ممكن أصلا يكون ممية مجهولة ما نعرفهاش أحباء اقوعوا تنسوا اقوعوا تنسوا أن الله وعد أنه يكرم كل اللي بيكرموه خلونا حذركم لو قلت أنا بختار التكريم اللي الله بيقدمه خلونا أقول لكم أن ده هيجي معاه بطاقة مسعرة وهتكون مش رخيصة أنك تختار التكريم اللي الله بيقدمه ده أبدا عمره بيكون رخيص لأن الناس هتقول هتقول عليك كداب هايسخروا منك هيرفضوك ويحتقروك لكن التكريم الوحيد اللي يستحق كلمة التكريم هو التكريم الوحيد اللي جاي من إيد الله نفسه ليك موسى مش بس قد دهره للغنى والنفوز والسلطة هو قد دهره للملازات يا سلام اسمعوا اسمعوا خلونا خلونا ما نتحكش على بعض ملازات العالم تقدر تغزي غرورنا ملازات العالم تقدر تشبع رغبتنا ملازات العالم تقدر تشبع شهواتنا خلونا ما نخدعش نفسنا فيه حاجات لازم نعرفها اول حاجة هي ما بتدومش هي بتفنى بسرعة هي عمرها ما بتدوم عدد خمسة وعشرين بيقول مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية في مجتمع بيهتم بالشبع الفوري في مجتمع بيهتم بالشبع الفوري في مجتمع بيعش الشبع الفوري مش مش مسهل مش مسهل أبدا أنك تختار فما بالكوا بقى أنكوا تعلموا جيل الشباب أنه يختار الحاجة اللي بتدوم والدوم للأبد أنا هأكد لكم النهاردة أن الضغط علينا خصوصا على جيل الشباب كبير بالضبط زي ما كان على موسى لكن زي موسى اللي كان عنده اختيار كل حد فينا عنده اختيار زي موسى أنتوا تقدروا تطيعوا أو ما تطعوش الله إحنا كمان عندنا الاختيار ده إحنا عارفين أنه أصعب بكتير أنك يبقى عندك كل الحاجات دية وتبعد عنهم أكتر من أنها ما تكونش عندك أصلا آه اسمعوني حياتي في الإيمان كانت أسهل بالنسبة لي لما كنت عندي عربية بزقها أكتر لما بقيت العربية بسواء أنا عندي صورة عن ده شايفين مش ممكن تسير بالإيمان من غير بركة الله من الصعب أنك تسير بالإيمان من الصعب أنك تدي ظهرك لكل الحاجات دي وضه بالضبط اللي موسى عمله عارفين لما اكتشفوا مقبرة الملك توت عن خأمون ممكن تكونوا شفتوها في التلفزيون أنا كان ليه امتياز أن أشوفها على الحقيقة توت عن خأموني كان مئة سنة بعد موسى تقريبا يعني وبس بص كده على الكيميات الهائلة من الدهب اللي أخدها للمقبرة معاه وده يديك فكرة عن الغنى الفاحش اللي موسى قده ظهروا لي الملك توت كان عايز يتمسك بغنى وأخد كل الدهب معاه للمقبرة لكن أنتوا عارفين وأنا عارف ده ما ينفعش بأي حاجة أبدا أنتوا عارفين كده كويس لكن موسى بالإيمان بص الـ 1500 سنة قدام للمستقبل أن المسيح هيجي وأن الله يحقق وعده لجده الكبير إبراهيم موسى اختار أنه يكون مؤمن بخطة الله والتخطيط الله المسبق لحياته اختار أنه يكون مؤمن بخلاص الله للبشرية بدل من أنه يعيش لحظة عابرة من الملزة اختار أنه يكون أداة لخلاص الله بدل ما ياخد شوية جنيهات من الدهب والفضة واللي كده كده مش هياخدهم معاه الحقيقة هي دي مكافئة الله هي دايما أحسن من مكافئة العالم دايما الله وعد بكده مكافئة الله دايما أعظم من مكافئة العالم مكافئة الله دايما أبدية ومش مؤقتة مزمور 37-16 قال القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين إيه هي الاختيارات اللي أنت بتاخدها إيه هي الاختيارات اللي أنت بتعملها هل كل اختياراتك بتركز على الحياة دي هل كل مدخراتك موجودة هنا على الأرض هل كل اختياراتك ليه علاقة باللعب في المضمون في الدنيا دي وإنك أبداً ما تجذفش من أجل الله هل كل اختياراتك ليه علاقة بالخوف من رفض والبقاء في مكان راحتك هل كل اختياراتك ليه علاقة بالحياة الأرضية دي ولا أنت بتخزن كنوز لك في السماء يسوع قال في السماء بس ولا الصدى ولا السوس هيأثروا على كنزك وأنا أحكي لكم القصة دي وأنا بختم وكانت دايماً مصدر تشجيع لي كان فيه راجل كده من الغرب الأوسط هو ومراته كمان خدموا الرب بكل أمانة ليهم لمدة أربعين سنة في أفريقيا وكانت صعبة هو حرفياً سلم نفسه بالكامل وبدون تحفظ للمسيح وبعدين كان راجع بلده في نهاية خدمته في نهاية وقته وهو في السفينة المتجهة من إنجلترا لنيويورك وفي نفس السفينة كان موجود الرئيس ويلسون اللي كان راجع من رحلة عبر البحار وأول ما وصلوا ميناء نيويورك كان فيه حشود ألاف الناس بيرحابوا برجوع الرئيس يوفط مكتوب عليه يا حمدله على السلامة سيادة الرئيس كان فيه موسيقى شغالة احتفالات ولما الخادم ده بص حواليه ما كانش فيه ولا شخص واحد مستنيه عشان يشكره على كل اللي عمله من أجل المسيح زيه زي أي إنسان مننا أخدها على قلبه وصعبت عليه نفسه وبعدين ركب قطر متجه لقوهايو وهو قاعد مكانه كده حس مفيش حتى ولا شخص واحد بيقول لي شكرا وبعدين سمع صوت الرب في القطر ده الرب قال له لسه ما وصلتش بيتك لسه ما وصلتش السماء إن أردت أن تتعرف على الله بطريقة شخصية أطلب نسختك المجانية من هذا الكتاب العثور على الفرح المنشود سوف تتعلم من خلالها عن محبة الله العميقة لك وستختبر غفرانه غير المحدود وإن كانت لك شركة روحية مع الله وتود أن تسير بقربه وفي مخافته أكثر وأكثر كتيب الخطوات السبع في مغامرة إيمانك سيقودك إلى بناء علاقة حميمة مع الآب السماوي أطلب نسختك المجانية الآن